هذه شتلة فستق يحرس حسن على عنايتها في مشتلته هنا في ظواحي الأسنام في بويرة تقوم هذه المشتلة بإنتاج شتالات الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف فيستاشي هذا يعني عنده لا فالور نقدر من نوغد على عشر سنين نقدر نصدره هنا نصدره لخارج من أجل قطاع زراعي مرن ومسدأم تتجلى الرؤية الاستشرافية للدولة وتتجسد خطة الزراعات الاستراتيجية عندي 12 قطار نقطارين عندي 4 قطارات خوخ لغل الله يبارك الحمد لله دعمونا في لانغري والحمد لله فيها ثلث نواتا خوخ في عندي قطارين وفي شبلال أول وفي شبلال أخر وعننا ثاني مستثمرين في تيليوين في الخضارية يعني عنا 14 قطار يعني 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 نتيجة ما شاء الله ونشكر الدولة دوار الشمس هذا جاهزوا للقطاف هذا مصدر أكثر زيوت النباثية استخداما ومن أعلاها جودة قدرنا أول تجربة هذه عباد الشمس هذه ثلاث خطارات رأي نتيجة بانها إلى المياه في المياه فماذا كيفا؟ ونصح قاعد في اللعين اللي حابين يخدمون الخدمة هذه خدمة سهلة البوذور موجهة خصيصا لإنتاج زيت المائدة كخاصية مميزة لهذه البوذور هو الغينة تحب بالوميغا ثالثة كاستعمال ثانوي لهذه البوذور ممكن استعمال المخلفات تحب الإنتاج تحب الإستهلك الحيواني توجه للبقوليات التي تعتبر من المزروعات الاستراتيجية في البلاد كذلك عباد الشمس الذي نشجعه في الفلاح لكي يذهب لها كانت لدينا تجربة مليحة وكانت لدينا نتيج مليحة حيث أن ولاية البويرة كانت تحصلت على المرتبة الأولى في مدة التشعير وهذه مخفرة لنا الزراعة الاستراتيجية منهج يمضي وفق رؤية استشرفية للدولة تعزز الأمن الغدائي